اهلا بكم اعزائنا نرحب بكم بقناة حياتنا واللايف في فيديو هذا اليوم سوف نتعرف على الوحدة الاولى التي نتحدث فيها عن السحة والتغذية وهي مادة التربية المهنية لطلاب الصف الرابع هناك مجموعة غنية من الأطعمة اللذيذة، هل نستطيع رابع نعيش بدون غذاء؟ طبعا لا هناك مجموعة مختلفة من الغذاء، هناك خضروات وفواكه، هناك لبن، الغني بالبروتين، الخبز، الغني بالكربوهيدرات، العصائر، الجميلة، اللحوم، غنية، بالدهون، وعن الزيوت، الموضوع على الأغذية نتعرف اليوم عن وضع كتير حلو نبلش بالدرس الأول وهو يتحدث عن الوجبات الغذائية اليومية الآن ضروري جدا نحن نتغذى طبعا الغذاء والأفضل يا رابع انه نتغذى غذاء صحي الوجبات الغذائية الصحية المتوازنة وجدا مهمة لنأجل بناء الجسم، من أجل الوقاية من الأمراض والوقاية من سوء التغذية أهمية الوجبات الغذائية تمنع الجوع، تزود جسم بالطاقة، وبتساعدنا نحن انه نمنع الأمراض أو مش نمنعها يعني حتى نحد يعني نقي نفسنا نحمي نفسنا يعني من الأمراض طيب أول سؤال ممكن نسألك إياه ما هي الوجبات الغذائية الرئاسية في حياتنا؟ نحن دائما نأكل فطور وغضاء وعشاء، هل هذه هي بس الوجبات الرئيسية؟ هل نعرفها؟ بالبداية هذه الصورة التي تمثل وجبة الفطور، إذن هذه أول واحدة وجبة الفطور، اثنين وجبة الغذاء، ثلاثة وجبة العشاء، وهنا وجبة نسميه نحن وجبة خفيفة يعني نتناولها ما بين الوجبات، تمام؟ إذن أول سؤال ممكن نسأله هنا بدرسنا ما هي الوجبات الغذائية الأساسية؟ بتقول لي أربعة الفطور، الغداء، العشاء، والوجبات الخفيفة التي نتناولها بين الوجبات سؤال آخر، ممكن نحكي ما هي فوائد الأطعمة الرئيسية للجسم؟ فوائدها واحد، مساعدة الجسم على النمو والبناء اثنين، الطاقة، حيث تمد جسم بالطاقة، رابع، وثلاثة الوقاية من الأمراض إذن إذا إجعنا سؤال في الامتحان بيقول لنا ما هي فوائد الأطعمة بشكل عام للجسم؟ بتقول لي إيش يبعطينا طاقة، إيش يبعطينا نمو وبناء، وإيش يبعطيني وقاية من الأمراض طيح، ننتقل إلى النشاط صفحة عشرة، وهنا بيحكي لي عن هذه الأطعمة وفوائدها يعني في عندي أول شغلة اللي هي وقاية الجسم من الأمراض إحنا قلنا اللي بيعملوا وقاية بنا نحفظها هذه الرابع إنه دايما الخطروات والفواكه بتعملنا وقاية من الأمراض مد الجسم بالطاقة، أي إيش يبعطيك طاقة، مين اللي بي يعطينا طاقة؟ اللحوم، الكربوهايدرات، تمام؟ هي هاي بتعطينا طاقة بالنسبة لمساعدة الجسم على النمو والبناء، مش الطاقة، اللي الحليب، البيض تمام؟ اللحوم اللي بيض والحليب أكتر إشي معروفين فيها نمو وفيها بناء تمام؟ هيك نحنا وصلناهم، فيه نشاط ثاني هون بيحكينا عن تصنيف الأطعمة وفوائدها للجسم يعني بقول لك في عندك هذول الأطعمة، بدنا نحطها في الأماكن هاي بالمجموعات نوزعها طيب، فيه إشي زي ما قلنا اللي هي فوائد الأطعمة، إشي بيعطيك طاقة، إشي بيعطيك نمو، وإشي بيعطيك مقاية من الأمراض طيب، الدجاج هون نحط الدجاج؟ هل هو نمو ولا طاقة ولا أمراض؟ يعني يتقي الجسم من الأمراض الدجاج هون، أشياء من الأطعمة التي تساعدنا على البناء، تمام؟ والنمو، طب السمك، السمك زي الجاج وزي اللحمة، كله بيساعدك على النمو وعا البناء يعني هاي هون، طب الزبدة، الزبدة زي الزيت، الزبدة والزيت دايما بيعطونا طاقة، زبدة، زيت، رز، الحمص هي عبارة عن شو؟ الحمص هون، نمو وبناء، الفول برضو نمو وبناء، العدس، وانا نحط العدس، العدس برضو نمو وبناء لأنه بيعطينا بروتينات الحليب، بناء برضو ونمو، ممتاز، الموز، موز مباشرة، بتقول لي خضروات وفاكة دغرب تيجي هون تحطها على الوقاية تجيس من الأمراض، نفس الشي تفاح، فواكع يعني وقاية الخبز والرز، التنتين هدولة مع الزيت بيعطوك طاقة، نحفظهم هدول، اللي بعطينا طاقة دايما، الخبز والرز والزيوت والزبدة بكل أنواعها، البندورة زي ما عنا خضروات وفاكة نحطها هون طيب ننتقل لصفحة معاش، وفيها سوف نتحدث عن الأعادات الصحية الموجودة في حياتنا هلأ نحن المفروض يا رابع بنصير نتعلم نعمل أعادات صحية سليمة هلأ هون عندي نفتح بأسفل الصفحة بحكينا هون عن أهمية وجبة الفطور هل مهمة وجبة الفطور تحكي لي؟ طبعا لأنه الفطور يحتاج لا، إحنا جسمنا يحتاج لكميات من الطعام بعد فترة نوم طويلة منذ أنا نعمين طول الليل، منصح الصبح جوعانين فبالتالي لما نفتر يا رابع ليش ضروري الواحد يفتر؟ لأنه بتعطيك طاقة تخيل تروح المدرسة بدون ما أنت فاطر، في ناس بتعرض أنه ضغطهم ينزل ممكن يغيبوا، صح ولا لا؟ فبالتالي ليه ضروري الواحد يفتر؟ لأنه بيعطيك طاقة بتدفعك اليوم كله مرات حتى لو تتأخر بالغدى بيقول الواحد مش مشكلة لأنه خلص أخذ الفطور يعني أخذ الطاقة تمكنه من أداء أنشطته اليومية يعني إذا بدي أقول خلص أنا اليوم ما بدي أفطر يعني إذا ضلينا هيك هذا الشي رح يأثر في نشاطنا الجسدي والذهني طيب هون في عندي نشاط حلول بيقولك كيف أنه أنت بتكترتب هون للصحون كيف أول إشي طبعا دائما بأي عملية لازم دائما نغسل إيدينا والراعي متطلبات السلامة والصحة والنظافة دائما تمسح الطاولة تفرشها تحط الأدوات عليها وآخر إشي بتستمتها بوجبة لذيذة طب سؤال هل ممكن أنت تحط مثلا مفرش زي فراش على الأرض وتحط عليه الفطور تاكل طبعا عادي ما في مشكلة طب ننتقل للنشاط صفحة 15 وسوف نصل بخط بين العبارة وبين الصورة التي تدل على العادة الصحية السليمة فيما يأتي يعني هلأ هون من هذا النشاط رح نطلع لك سؤال وجواب يعني بقول لك ما هي العادات الصحية السليمة عادة أنا ما بحكي لك عن وجبة ولا بحكي لك عن أهمية الغذاء أو الوجبات بحكي لك عن العادات الصحية السليمة بتقول لي واحد ممارسة الرياضة كل يوم بنوصلها مع الصورة اتنين نأكل الحلويات بس شو باعتدال نحن ما منقول لك أنه ممنوع تهكل بالمرة لا أكل شوية سكاكر لكن أنه يكون كل شي باعتدال يجب أنه نظف أسناننا بعد كل وجبة طعام لماذا؟ يعني زي هيك بيجينا أسئلة بحكي لنا سؤال علل أو فسر ليه لازم نحن ننظف أسناننا كل يوم بتقول لي للتخلص من بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان برضو لأنه إذا ضلت البقايا هاي هذا الشي رح يؤدي لتراكمها ويؤدي بالتالي إلى التسوص هل ضروري أجلس جلسة صحيحة؟ وأنا باكل طبعا شوفوا كيف هون البنت كيف قاعدة بشكل سليم وصحي عشان تحمي ظهرها كمان يجب أن نشرب الحليب فهو ضروري للمون نذاء العظام والأسنان هذا هو الحليب اللي جدا ضروري عشان عظامنا أسناننا كله يكون سليم وصحي هون بحكينا عن خطر الأطعم المكشوفة هذا الشكل هو عبارة عن بائع متجول يعني بعرباي بحطها الدرع وهالفول وبصري بي طيب هذا الطعام المكشوف يعني صح أنا أشتري منه ولا لا على ممكن إحنا نشتري منه في حالة لما يكون كل شي مسكر وكل شي معقم ونضيف وصحي 100% يعني أنا مستحيل يشوف غبرة ومستحيل يشوف حشرات ومستحيل يشوف أي أنواع من الملوثات لكن للأسف لما تكون عرباية متنقلة مستحيل هذا الأشي يعني لازم يكون محل سكر مراعي كل متطلبات الصحة والسلامة فخطر هذه الأطعمة المكشوفة هو من خلال تعرضها للغبار تعرضها للأوساخ للحشرات التي ممكن أن تنقل الأمراض فبالتالي غلط يا رابع نحنا ناكل من هاي الأطعمة طيب هون في أندي كمان نشاط حلو بقول لنا أعطينا صور عن أطعمة مكشوفة ونصقها في هذه المربعات واكتب دايما يعني تكتب تحت هاي الصور عبارة أنه تحكي أنه لا تاكلوا من الأطعمة المكشوفة يعني هون لما يكون الشورمة أوكي زي هيك هذا السيخ يكون موجود في محلات مرات يكون محلات قريبة كتير من الرصيف ويعني مفتوحة بالشوارع الآن من لاحظ أنه في محلات بيكون مسكر كله بقزاز أو بمادة معينة بيكون كله مسكر ممنوع أنه يكون السيخ الشورمة معرض لأي نوع من الغبرة أو معرض يعني هيك يكون مكشوف غلط هون جبنا صور للحلو بس أنه بتم عمل هذا الحلو برضو بمكان مكشوف وواسع ممكن أنت زي هيك ما عندك صور يا رابع فيك أنت ترسم يعني هون بالصور هاي اكتب لنا هون مثلا بأسفل الصورة هون تكتب لنا إنه تجنب تناول الأطعمة المكشوفة لما تسببهم من ضرر طيب في ناس من العادات اللي مو حلوة أن تسمع واحد عم بياكل بس مشكلة بطلع أصوات مزعجة فهذا لا يعتبر من إتيكيت تناول الطعام هذا اللي شي بعمل إزعاج لاعي الناس طيب ننتقل إلى أسئلة الوحدة بهيك خلصنا نحن أول وحدة منحل مع بعض نتناول وجبة الفطور قبل ذهبنا للمدرسة نتناول وجبة الغداء بعد عودتنا من المدرسة نتناول وجبة العشاء في المساء ونتناول أغذية خفيفة بين الوجبات ممتاز نرسم دائرة الآن حول رمز الإجابة الصحيحة ما هو الغذاء الرئيسي يلي يقي أي إشي فيه وقاية يا رابع مباشر بتقول لي خضروات وفواكه من الغذاء يلي بساعدنا عن النمو وعلبنا مباشر بتقول لي حليب بيض الدجاج واللحم والسمك غذاء بعطيك طاقة وإننا شغلة الطاقة دائما زيوت بأنواعها يعني زيوت الزبدة بالإضافة لشو للخبز والرز طيب أغذية ممكن نأكلها بالفطور أكيد البيض مشروبات تساعد عن العظام والأسنان قلنا الحليب كتير مفيد ليه ضروري أن أنظف الأسنان بعد كل وجب الطعام بتقول لي لحماية الأسنان من التسوس طيب ثلاثة أسباب تمنعني من تناول أطعم المكشوفة هلأ حكيناهم لأنها ملوثة تمام بالتالي فهي تسبب الأمراض اتنين اللي قلنا الأطعم المكشوفة كمان بتكون عرضة للغبار عرضة للغبار وعرضة للحشرات آخر شي ثلاثة رئيسي للوجبات الغذائية حكيناها في الصفحة الثانية حكينا أنه فيه غذاء بعطيني طاقة فيه غذاء بيعطيني نموة بناء وفيه غذاء بيعطينا وقاية من الأمراض أحسنتم بهك يا حلوين خلصنا وحدتنا الأولى سوف ننتقل معكم في الفيديو الجديد إلى الوحدة الثانية الأخشاب شكرا لكم جميعا أو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتساعدونا وتخبروا أصحابكم عنا إلى اللقاء شكرا لكم